أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود داما ثلاث جلسات متتالية وصح جام تداول منخفضة وخسر رأس المال السوقي ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 749 مليار و914 مليون جنيه على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيجاك 30 بنسبة 46 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 11638 نقطة كما نحفظ مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 17 متسوي الأوزن بنسبة 5 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2163 نقطة وهبط أيضا مؤشر إيجاكس 100 متسوي الأوزن بنسبة 18 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 3193 نقطة